أم مبارك من قطر نصف القرآن أو أكثر من النصف هذه نعمة من نعم الله تحرصين بارك الله فيك على تثبيت الحفظ على المراجعة باستمرار تقرأين اللي تحفظين في الصلاة و خارج الصلاة تقومين الليل فتقرأين السور اللي تحفظينها إذا نسيت من غير تعمد ما عليك شيء لأن النسيان هذا عارض من عوارض الأهلية والنسيان هذا ذكره الله عز وجل في القرآن في معرض عدم المؤاخذة قال جل وعلا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت لكن أن يأتي الشخص فيتعمد حفظ القرآن و أنعم الله عز وجل عليه بالقرآن و هو يتعمد أن ينسى القرآن نسأل الله العافية و هذا ما أعتقد أحد يفعله لكن لما كان مذكورا في كتب العلماء أحببت أن أذكره ذكر العلماء في كتب الكبائر أن من تعمد نسيان القرآن بحيث أنه عنده القدرة على التثبيت و المراجع لكن هو لا يريد فهذا و العيوة بالله واقع في إثم عظيم و ذنب كبار و واقع في عظيما من العظام لأنه نعمة كفرها نعمة كفرها و ما ورد في الأحاديث من الترهيب من نسيان القرآن لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء لكن عمومات النصوص تدل على أن من تعمد فقد كفر نعمة من أنعم الله كفر النعمة و ليس الكفر الناقل لا و المقصود بأن هذا من كبائر الذنوب أنت يا أخد الفاضل ما تعمدتي أنت في الظروف معينة يعني أحيانا إنسان كثير من الناس ينسى القرآن أو ينسى بعض الحفظ إما لمرض أصابة إما لكبر سن مثلا إما لظروف معينة سببت لها يعني نسيان كثير من القرآن ترجمة نانسي قنقر